السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الفل عليكم نهاردة ان شاء الله هنعمل هامبورجر فراخ بطريقة حلو قوي وسهلة عندي نصف كيلو من الوراك المخلية انا بحب اعمله بالوراك اكتر من الصدور انا حطى برضو نسبة من الصدور بس اقل من الوراك لانها بتخلي الهامبورجر طري وفيها نسبة دهن بتخلي طعمه حلو عندي نصف كيلو من الوراك المخلية وربع كيلو من الصدور بصلايا مقطع وفصين توم وحطتين صغيرين من الدهن حوالي مية جرام زي ما انتم شايفين كده اي دهن بقى موجود عندك او تجيبين من عند الجزار بخلطهم كلهم مع بعض وبعد كده بقطع عليهم رغفين آآ فينه وبعد كده آآ اضربهم في الكبة او في المفرمة اللي موجود وبعد كده بحط عليهم البهارات بتاعتي آآ ملح وفلفل اصمر كزبرة ناشفة وبابريكا حابة شطة صغيرين حسب الرغبة ومعلقة من البهارات الفراخ وبهارات اللحمة بخلطهم مع بعض كويس قوي بحطهم في التلاجة شوية لان انا هشتغل بها على طول حقليها وحعمل حبة ما شوي آآ عندي يبقى الخلطة بتاعة الالية آآ كباية من الديق ونص كباية من الكريزبي في جيتار او كنور او حاجة من عند العطار وبيضة وحبة لبن ملح وفلفل بضربهم مع بعض بطلع الخلطة من التلاجة وبشكلها بشكلها باديا ما بحباش شكلها يبقى متساوي كده يبقى فيها منظر كده آآ بحب شكل الهامبورجر ما يبقاش متساوي وبعد كده بحطها الاول في الديق وبعد كده في الكريزبي وبعد كده برجعها تاني في البيت يعني تاخد مرتين كده عشان تدينها شكل حلو وطبقة من القرمشة بتبقى جميلة لما بتحطف الصندويتش مع الخص والحاجات دي بتبقى طعمها حلو قوي زيت سخن بقى او بنزلها انا ممكن كمان احطها في التلاجة شوية تمسك نفسها وبعد كده في زيت السخن وآآ او لما تحمر بقلبها بتاخد حوالي اربع داقة او خمس داقة على كل وش. شايفين لونها حلوة ازاي? وشكلها كمان حلو قوي. بطلعها بقى في طبق. وبعد كده بعمل وحدتين مشويين. عشان اهرهم لكم برضو. يعني المقلي والمشوي طالع اللي اتنين حلوين جدا. طعمهم حلو قوي. زي ما احنا شايفين كده. سخنت الطاصة قوي وراح تنازلة بيهم. آآ من غير اي دا من غير اي حاجة. شايفين لان احنا عاملين آآ الدهن فيها. فطعمها يعني شكلها حلو قوي واستوت بقت آآ لونها جميل كمان. ما مصت بقى الكايزر. وبعد كده مسحت آآ تحت بالخردل. وبعدين حطيت خص وبعدين طماطم وفلفل الوان. وقبل ما قفل عليه بحط كاتشاب. طبعا الحشوة جوه زي ما انتم عايزين فوق الهامبورجر. اخو كمل واحدة ما شوية. المشوي طالع طاري وجميل وآآ بيلمع من غير دهون. وبعد كده بحط عليه الخص والطماطم. ممكن نحط حلقات بصل لو بنحب البصل. واخر حاجة الكاتشاب. ده شكله النهائي. جنب بقى بطاطس محمره وجربه وبالف عنا وشيفها.